موسيقى نشرة منتصف الليل نقدمها لكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية وفيها تتابعوا موسيقى في الجزائر استمرار أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا والهدف توحيد صوت القارة في الهيئات الأممية موسيقى أوبك بلاس تتفق على زيادة إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا جنفهي المقبل وأسعار الخام تخسر ثلاثة دولارا موسيقى وفي النشرة مراكز انتخابية في ليبيا تتعرض إلى خرقات أمنية وسيف الإسلام القدافي يعود إلى السباق الرئاسي موسيقى واشنطن تدعو موسكو إلى خفض التصعيد في دونباس وروسيا ترفض انضمام أوكرانيا للنيتو موسيقى وفي النشرة أيضا العالم يتجه إلى تشديد الإجراءات لمواجهة المتحول الجديد أوميكرون موسيقى إلى التفاصيل انطلقت أمس الخميس بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الندوة الثامنة رفعت المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا ويبحث المشاركون على مضار ثلاثة أيام في هذه الندوة التي تعرف مشاركة مسؤولين رفعين في الاتحاد الأفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية هذا وأكد وزير الخارجية الجزائري أرمطان العمامر أن الندوة الثامنة لمجلس السلم والأمن المنعقدة بالجزائر تهدف إلى أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في مجلس الأمن لتكون قادرة على التأثير على قرارات هذه الهيئة الأممية أو أي هيئة أخرى موضوع هذه الندوة يضمن الدعم اللازم للأعضاء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي وهو موضوع هام وواضح ويترجم مساعينا لمضاعفة المجهودات لجعله صوت إفريقيا أقوى على المستوى الدولي وللتأكيد على أن مجهوداتها تحظى بالتقدير كما أن اهتمامها الأول النجاح الاستراتيجي وفي هذا السياق أنا سعيد بالتنويه أن التزامنا الجماعي بدأ يعطي ثمارها الخبير في شؤون الأفريقية إدريس آيات في اتصال خاص به قناة الجزائر الدولية أكد على ضرورة توحيد أفريقيا في كيان فيدرالي واحد موحد نحتاج إلى كيان فيدرالي موحد لكل القارة الأفريقية تدوم مجموعة الدول الأفريقية لكن على أن تكون لها أملة واحدة وسياسة خارجية واحدة وجيش دفاع واحد حكذا نستطيع أن نفرد أنفسنا على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي وحتى في وصبة الأمم والمجلس والأمم المتحدة لاحقا فأنا أعتقد أن عدم الأخذ لأنه في الأكس مع اللاحق الذي حدث في مونروفي تم تخطي رؤية ونصاعي قام القرومة وتبني رؤية أن ينتمي كل واحد إلى دولة مؤينة مع توحيد الرؤية في شأن آخر اتفق وزراء التحالف أوبك بلاس أمس الخميس على استمرار زيادة الإنتاج التدريجية بمقدار أربعمائة ألف برميل يوميا جنوذي المقبل دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء إضافي في الوقت الحالي وقرر الوزراء أن يظل الاجتماع في حالة عقاد انتظارا لمزيد من تطورات جائحة فيروس كورونا ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لازم الأمر على خلاف كل التوقعات والتسريبات تحالف أوبك بلاس يثبت سياسته الإنتاجية بالاتفاق على ذخ معروض نفطي إضافي بواقع أربعمائة ألف برميل يوميا الشهر المقبل كما أن ظهور المتحور الجديد كذلك بعض الإجراءات لوضع الكميات واستعمال كميات المخزون الاستراتيجي العالمي للنفط اتضح لنا أن السوق مرنى وأساسية السوق مرنى فلهذا كان اتفاق على مواصلة تمديد السوق مواصلة تمديد السوق بكمية إضافية في شهر الجنفي بربعمائة ألف برميل في اليوم حصة الجزائر من هذه الزيادة هي عشر ألاف برميل بليوم لتصل تسعمائة واثنين وسبعين ألف برميل بليوم في قرار يبدو مفاجئا للكثير من المتابعين الذين توقعوا دقائق قبيل اجتماع كبار المنتجين بتوجه الكارتل النفطي للتخلي عن سياسته الإنتاجية تحت ضغط المتحور الجديد وضغوط كبار المستهلكين بقيادة واشنطن غيرنا التحالف النفطي فظل نبقي اجتماعاته مفتوحة فيما يبدو احتمال عقد اجتماع استثنائي قبل لقائه العادي المحدد في الرابع جنف المقبل رسالة يبدو عبرها التحالف استعداده لإقرار تعديلات فورية على سياسته الإنتاجية قررنا اننا نبقى في مراقبة السوق واذا اقتضى الامر نتدخل في اي لحظة لكي نرجع للسوق توازنه ونبقى دائما في مراقبة السوق في المونيتوغينغ اللي رانا نعمل فيه مع كل بلدان الاوبيك والاوبيك بلوس لاجل موازنة السوق في النفط تحت شعار التريث فضل كبار منتجي النفط في العالم مواجهة مؤشرات تراجع أسواق الخام في انتظار الكشف عن تفاصيل التحقيقات الوبائية الجارية بشأن خطورة المتحور الجديد وتداعيته على الطلب العالمي قرار زيادة الانتاج يبدو رسالة حسنينية يطلقها التحالف في مواجهة دعوات تجنيب الاقتصاد العالمي انتكاسة جديدة في ذل التعافي الهش بعد نحو عامين من آثار أسوأ جائحة صحية تعصف بالمعمورة منذ نحو قرن وعقب القرار انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ وفقدت ثلاثة دولارات في تدولات متقلبة وتراجعت العقود الآجلة لخام برانت بأكثر من ثلاثة في المئة لتصل إلى ستة وستين دولارا للبرميل قبل أن يقلص خسائره إلى ثمانية وستين دولارا للبرميل فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تيكساس الوسيط الأمريكي بنسبة أربعة في المئة لتصل إلى ثنين وستين دولارا للبرميل أشارت مصادر إعلامية بوركينابية إلى أن واقا دوغو طلبت من الصين رسميا دعم هذا الإرهاب حيث لم تفوت فرصة انعقاد مؤتمر التعاون الإفريقي الصيني المنعقد خلال الأيام الماضية لتطلب الدعم الصيني العاجل وكان ذلك حسب ذات المصدر محور المحادثات بين وزير الخارجية البوركينابي الفاباري ونظيره الصيني وانجي حيث أكد الطرف الصيني على إسراع بلاده في إرسال معدات عسكرية تعهدت بها لبوركينافاسو أظهرت مقاطع فيديو لحفل رسمي أقيم خلال الزيارة الأخيرة لوزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني جانس إلى الرباط احتفاء خاصا بضيف النظام المغربي الذي تعدى تحالفه مع الكيان الحماية الأمنية التي تطلبها المملكة إلى تمسي الهوية الدينية والتقاليد الاجتماعية للشعب المغربي الحفل الذي يظهر فيه وزير الكيان منتشيا بأنغام وطقوس حفل خاص باليهود يتزمن مع الدعاءات نظام المخزن بأنه سيكون حاميا ومدافعا على حقوق الشعب الفلسطيني في ليبيا وقبل نحو أربعة أيام عن موعد الإعلان عن المتنفسين الرسميين للانتخابات الرئاسية تعود الخروقات الأمنية لتلقي بظلالها على المشهد العام في وقت تتواصل معارك الطعون والبت فيها بين المترشحين والهيئات القضائية وأفادت مصادر إعلامية داخلية بأن محكمة سبها قضى الخميس بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخاب لا تمر تطورة سياسية في ليبيا إلا وتقابلها أوضاع ميدانية تأتي لتهدد بنسف ما تم تحقيقه فبمجرد اتضاح الخارطة الانتخابية لرئاسية الرابع والعشرين ديسمبر تعلن مفاوذية الانتخابات الخميس تعرض عدد من مراكز توزيع بطاقة الناخبين إلى خروق أمنية موازة مع تعرض مراكز انتخابية للسطو مسلح وسرقة بطاقة الناخبين انحراف يطرح من جديد مخاوف بشأن مستقبل العملية الانتخابية في ظل مشاكل وصعوبات تواجهها المفوضية لم تخفها عن المجلس الرئاسي ضمن لقاء جمع نائب رئيسه مسال كوني مع رئيس الهيئة عماد السايع ابداء القلق من الظروف المحيطة بالاستحقاق الرئاسي في ليبيا وان كان معطا بارزا ضمن استقالة المبعوث الاممي يانكوبيتش فانه يعزز القناعة لدى رئيس مجلس الامن الدولية بان شروط اجراء انتخابات ترقى الى التطلعات لم تتحقق بعده خاصة في ظل استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الاجانب مع غياب القدرة على اعادة توحيد القوات العسكرية نبرة تشاؤمية قابلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 باعلان توجهها الى تركيا وروسيا لبحث ملف اخراج المقاتلين من الاراضي الليبية وهما ابرز الاطراف المعنية بشكل مباشر بهذا الملف وامام التطورات الميدانية الحاصلة لا تبرز معطاية واضحة ايضا حول قدرة ترجمة تلويحات فرض عقوبات على معرق لمصار دعم الاستقرار في ليبيا الى اجراءات ملموسة من شأنها المساهمة في فرش البساط امام موعد الانتخابات في خبر اخر اكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الامريكي انتوني بلينكين ان جرى اوكرانيا واقحامها في اللعبة الجيوسياسية الامريكية ستترتب عنه عواقب وخيمة من جانب اخر قال انتوني بلينكين ان روسيا هي التي يقع على عاتقها تخفيض التوتر الحالي مشددا على ان واشنطن مصممة على دعم اوكرانيا الازمة الاوكرانية تعكر صفو العلاقات الروسية مع دول حلف الناتو مجددا وسط تحذيرات موسكو من تصعيد الناتو على الحدود الاوكرانية وتهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها في حال هجومها على كييف في ظل الاجواء المشحونة بين الطرفين والتوترات الحاصلة على الحدود الاوكرانية الروسية التقى وزير الخارجية الامريكي انتونيو بلينكين ونظيره الروسي سيرجي لافروف على انفراد لبحث الازمة الاوكرانية على هامش اجتماع منظمة الامن والتعاون الاوروبي الذي عقد بستوك هوم بمشاركة خمسين دولة وطالب واشنطن وحلف الناتو بتقديم ضمانات امنية وقانونية على الحدود اقحام اوكرانيا باللعب الجيوسياسي الامريكي عواقبه ستكون وخيمة وزير الخارجية الامريكي انتونيو بلينكين اكد تمسك واشنطن وحلف الناتو بخيار العقوبات في حال هجوم موسكو على اوكرانيا روسيا هي التي يقع على عاتقها دور تخفيف التوتر الحالية واتفاقية مينسك هي مصار حل الازمة في اوكرانيا هناك لقاء مباشر مرتقب بين الرئيسين الامريكي والروسية يتوقف على خطوات وقف التوتر من الجانب الروسي واشنطن مصممة على دعم اوكرانيا ووحدة طرابها وبحسب مراقبين فان هاجس وقلق موسكو بضم اوكرانيا لحلف الناتو يتزايد في الاونات الاخيرة خوفا من انضمام اوكرانيا للحلف واقتراب قوات الناتو من حدود بلاده قدمت ايران امس الخميس للقوة الاوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مسودتين بشأن رفع العقوبات والالتزامات النووية بالمقابل قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين خلال اجتماع في ستوك هولم ان واشنطن لن تقبل بالامر الواقع الذي تريد ايران فرضه فيما يخص الاتفاق النووي في رابع يوم من محادثة فيينا للملف الايراني النووي تركز النقاش حول نسبة تخصيب اليورانيوم الايراني حيث قدمت طهران في الصدد مسودتين الى بقية الاطلاف الاولى تركزت على نظرة ايران حول رفع العقوبات والثانية حول الاجراءات النووية الايرانية قال كبير المفاوذين الايرانيين عن باقير في هذا الصدد قدمنا لهم مسودتين مقترحين يحتاجون بالطبع لدراسة النصوص التي قدمناها لهم اذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات فنحن في فيينا لاستكمالها وزير الخارجية الامريكي بلينكين اشار ان واشنطن ليست متفائلة كثيرة بشأن المفاوضات لكن الاوان لم يفت بعد وبان كل ما يمكن لايران القيام به هو وقف برنامجها النووية الامر الذي كانت قد رفضته طهران مشتارطة في بداية الجولة ضرورة رفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تسليط اخرى جديدة المدير العام للوكلة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي اكد ان المباحثات تسير في الطريق الصحيح وبان رسالة طهران كانت واضحة بانه لا تجميد للنشاط النووي خلال هذه المفاوضات غير ان الدول الغربية لم تخفي توجساتها خاصة بعد صدور تقرير من الوكيلة الدولية للطاقة الذرية بان ايران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام اجهزة اكثر تطورا للطرد المركزي في منشأة فوردو بدرجة نقاء تصل الى 20% وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اعتبر من جانبه ان اتفاقا حول برنامج بلاده النووي هو في متناول اليد لكنه مرتبط بحسن نوايا الدول الغربية بدأت عديد الدول اتخاذ اجراءات جديدة جراء مخاوف تساع رقعة متحور اوميكرون وقالت منظمة الصحة العالمية ان حوالي 56 دولة فرضت تدابير تتعلق بالسفر في مواجهة المتحور الجديد تأهبوا للأسوأ وتمنوا الافضل بهذا دعت رئيسة المفاوضية الاوروبية دول الاتحاد الى التسريع في توزيع الجراءات المعززة للحماية من متحور اوميكرون الذي تغلغل في القارة الاوروبية ليصيب ازيد من 70 شخصا في 13 دولة اخرها فرنسا لحد الان ووصلت حتى الى الدول العربية حيث شهدت كل من السعودية والامارات اصابات بهذا المتحور 62% من حالة الاصابة باوميكرون متواجدة في جنوب افريقيا وبوتسوان حيث تضعف الدول هناك من الاجراءات للكشف عن انتشار السلالة الجديدة التي اعتبرت مديرة المركز الافريقي لمنظمة الصحة العالمية ان الاكتشاف والاخطار في الوقت المناسب للمتغير الجديد قد اكسبها العالم مزيدا من الوقت اللجنة العامة لتنمية العلمية والتكنولوجية بدأت بتطوير لقاح مضاد لأوميكرون حسب ما اشر له رئيس اللجنة ورغم دعوة منظمة الصحة العالمية العالم الى عدم تهويل الوضع وتجديد اجراءات الغلق الا ان الكثير من دول الاوروبية سارعت الى ضبط الحدود وحضر الصفر الى افريقيا الجنوبية مع صرامة في تطبيق الاجراءات الاحترازية في الاقتصاد اعلنت الحكومة الجزائرية عن تأسيس صندوق للتضامن مخصص للرعاية الجزائريين المتوفين في الخارج بيان الوزارة الاولى الجزائرية اوضح ان الخطوة تأتي في اطار التكفل بانشغالات الجالية وتكريس مبدأ التضامن الوطني قبل الرئيس والتركي راجب طيب اردوغان استقالة وزير المالية والخزانة لطفي علوان على خلفية انهيار العملة الوطنية جذلك على خلفية تراجع قياسي مستمر للعملة الوطنية بانخفاض تجاوز 45% منذ اواخر اوت الماضي تتلاحق الازمة وتزداد حدتها في تركيا بعد الهبوط التاريخي الذي تشهده الليرة تهاون ربطه محللون اقتصاديون بسوء الادارة ما رفع التضخم الى خانة العشرات ودفع بالاحتياط الرسمي من النقد الاجنبي الى التراجع وافقد الليرة ثلث قيمتها في اربع سنوات اردوغان الذي لا يتفق مع التدابير الاقتصادية التقليدية يعتبر ان معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم ووجه اصبع الاتهام الى الوزير المستقيل اثر رفضه خفض سعر الفائدة مما ادى الى خسارة الليرة تركيا 29% من قيمتها في غضون شهر واحد استقالة وزير الاقتصاد التركي لطف الوان فهو خبر صحيح وتم تقبول استقالته بعد تقديمها قبل يومين وتم تعيين نور الدين النباتي الذي كان مساعده كان مساعد وزير الصناعة يكون وزير الخزينة والمالية وهو من اشد مناصر اردوغان في موطوع الاقتصاد الانتاجي ودعم الفائدة المنخفضة هذا ويمثل رحيل اولوان احدث تغيير في عملية احلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا والتي شملت اقالة اردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في اخر سنتين من المتوقع ان نشهد حقبة جديدة في سياسة الوزارة المالية والخزينة بالاضافة الى استمرار سياسة البنك المركزي في تخفيض الفائدة لدعم الاقتصاد الانتاجي نعم هناك اعباء على الليرة التركية الليرة التركية الان هي تشهد تذبذب واضح وكبير امام العملات الاجدبية ولكن هذه مؤقتة ولن تدوم في المقابل جدد الرئيس التركي تعهده بالحفاظ على معدل فائدة اساسية منخفض مؤكدا ان بلاده تعمل وفق استراتيجية نمو تقوم على الاستثمار والتصدير تعرض اقتصاد اثيوبيا لضربة جديدة مؤلمة بفعل النزاع المسلح الدائر في البلاد بتسارع الشركات العالمية للانسحاب من ثاني اكبر البلدان الافريقية كثافة للسكان وتواجه البلاد اسوأ اداء اقتصادي منذ عشرين سنة بتجاوز معدلات التدخم مستويات قياسية تحت وطأة نزاع مسلح متواصل منذ ما يزيد عن السنة يتلقى الاقتصاد الاثيوبي ضربات جديدة تصف بالمؤلمة والقاسمة بتسارع انسحاب كبرى الشركات العالمية من ثاني اكبر البلدان الافريقية كثافة للسكان مؤشرة مقلقة في منطقة القرن الافريقي تعكس هواجس تحول النمر القاري من اقتصاد شهد نموا قويا في السنوات الماضية وكان الى وقت قريب يمثل قاطرة اقتصادية محتملة وقطبا للاستقرار الاقليمي الى اقتصاد يسير اليوم بخطة ثابتة نحو شبح الانهيار بعد ان تمكنت جبهة تحرير تيغراي في غضون اسابيع قليلة من جر البلاد الى جحيم الصراعات العرقية تطور عسكري رسم لحالة من الغموض والخوف الذي خيم على الحياة اليومية للعاصمة اديسا ابابا بعد اشهر طويلة من الصراع ما ادى لتدهور الوضع الاقتصادي العام للبلاد بالنظر للتذخم المتسارع الذي بلغ 35% سبتمبر الماضي واضعا السلع اليومي خارج دائرة المتناول لغالبية المواطنين معدلته تذخم قياسي فاقمت منها ازمة ندرة حادة في جل المواد الغذائية انهيار مذهل لبلد لطالما كان يشكل دعامة للاستقرار في شرق القارة الصمراء منذ 2011 بمتوسط نمو اقتصادي سنوي تجاوزت 9% اعقبه صعود رئيس الحكومة الحالي ابي احمد الذي سعى لتعزيز التغير الديمقراطي والاقتصادي في اثيوبيا الى اخبار الرياضة الان انتهت الجولة الاولى لدور المجموعات من كأس العرب جولة شهدت الكثير من الاحداث التي تبشر بمستوى تلقو بسمعة التظاهرات العربية التي لها من العراقة ما يجعلها تحت انظار محبي الساحرة المستديرة الحفل البهيج الذي نظمته قطر وابهرت به العالم اجمع احتفالا باستطافتها بطولة كاس العربي في نسختها الجديدة العائدة تحت لواء الاتحاد الدول لكرة القدام بعد توقف دم تسعة سنوات كاملتان عودة بغطاء امتحان من الفيفا ورئيس هاجياني انفانتينو لقطار قبل العرس العالمي عام الفين واثنين وعشرين كأس العربي التي ازدلت الستارة عن جولتها الاولى وتستعد لرفعه من جديد في الجولة الثانية للمجموعات الاربع كان ولابد ان تكون بقدر الحفل الكبير ففي ثمان مواجهات جمعت ستة عشر منتخبا ولا لقاء انتهدون تهديف مهرجان الاهداف الذي عجل باشتعال المنافسة اكثر في السباق نحو التاج العربي الذهبي الاصيل كان بوقع اثنين وعشرين هدفا النصيب الاوفر منها للمنتخب التونسي بخمسة هدف واربعة للمنتخبين الجزائري والمغربي ضد المنتخب الموريطاني السوداني والفلسطيني على التوالي وهي المنتخبات التي تملك الى الحين اضعف دفاع الى الان لقاء واحد انتهدون فائز هو ذاك الذي جمع في المجموعة الاولى العراق بعمان وانتهى بالتعادل الاجابي هدف في كل شبكة البلد المستضيف عادة يفوس قطر لم تغارد خارج السرب في مواجهتها ضد البحرين مصر المرشحة فوق العادة حققت الاهم في المجموعة الثالثة بصعوبة امام صلابة دفاعية لبنانية اما المواجهة الاخيرة من المجموعات الاولى التي شهدت احداثا كثيرة بفرص عديدة ضائعة وبطاقتين حمروين انتهت لصالح المنتخب الاردني الذي عرف كيف يسير اللقاء اذا هي الجولة الاولى فقط من البطولة التي ستكون حتما اكثر اثارة وحماسا مع مرور الجولات الثلاث لدور المجموعات وبعدها ادوار يكون فيها الخطأ بميزان الف التقى امس الخميس رئيس اركان الجيش الشعبي الجزائري الفريق سايد شنغريحا باعضاء المنتخب الجزائري للكاراتيدو على هامش زيارته الى جمهورية مصر العربية وهذا قبل يوم من انطلاق البطولة الافريقية للكاراتيدو المرتقبة بمصر في الفترة من الثالث الى السادس ديسمبر الجاري اللقاء كان فرصة سانحة لدعم وتشجيع الشباب للعمل على تحقيق نتائج مشرفة وتمثيل الجزائر في هذا المحفل الافريقي في الثقافة تتواصل بالعاصمة القطرية الدوحة النسخة الـ 11 لمهرجان كاتارا للمحامل التقليدية المهرجان يتواصل الى غاية الثامن عشر ديسمبر الجاري ويضم باقة متنوعة من المسابقات والعروض البحرية الى جانب عديد الانشطة والفعاليات التراثية المميزة وانت تمشي على شاطئ كاتارا بالدوحة القطرية ينتبك شعور بالانتقال الى عالم مغير وكأن الزمن عاد بك الى الوراء لعشرات السنين فيتراء لك اهل قطر قديما وهم على اهبة الاستعداد لاطلاق سفنهم بحثا عن اللؤلؤ او لصيد الاسماك هذه الاجواء هي جانب من فعاليات مهرجان المحامل التقليدية في العاصمة القطرية ويشهد مشاركة تسع دول الى جانب قطر هي الكويت، سلطنة عمان، السعودية، العراق، ايران، اليونان، الهند، زنجبار، وتركيا وتتميز النسخة الحادية عشرة بباقة متنوعة من الانشطة والفعالية الثقافية التي تمثل لوحة تراثية حية تعكس تراث الاجداد والهدف احياء المخزون الثقافي والموروث الشعبي والتعريف بكافة تفاصيل الحياة البحرية في الماضي الاصيل والمحافظة عليها وتحضر الفنون بقوة في المهرجان من الفرق الشعبية التي تقدم عروضها تجوالا في أرجاء المهرجان بكاتارا كما تشتمل والفعاليات على معارض المقتنيات التراثية البحرية للدول المشاركة والأجناحة الخاصة للحرف اليدوية التقليدية وورش صناعة السفن والأدوات البحرية القديمة بالإضافة إلى المسابقات البحرية التراثية جدير بالذكر أن الطبعة هذه تتزامن مع احتضان الدوحة لكأس العرب 2021 وهي سانحة لضيوف الدولة والسياحة للتعرف على تفاصيل التراث القطري والخليجي ختم النشرة شكرا لكم في أمان الله اشتركوا في القناة